كيف كانت الرياض مدينة صغيرة؟ الملك أب العزيز كان عنده رؤية هذه المدينة هي عاصمة ولكنها مدينة تاريخية من قبل التاريخ قديمة قدم ما قبل التاريخ مدينة كان اسمها حجر اليمانة أكبر أقاليم الجزيرة العربية أول توسع أجراه الملك أب العزيز في المدينة وكان هذا دعوة للجميع الذين كانوا يمتلكون الفكر المتمسك بالمدينة وعدم التساء هو بدأها بنفسه فقام ببناء مربع القصر الجديد قصر مربع وقصور السكن بحوالي أقل من كيلو شمال لو رأينا إحساس الناس في الرياض كأنهم أحسوا بأن الحاكم تركهم ولكنهم عندما استوعبوا هذه التجربة فهموا أن المدينة لا تزال تحتاج إلى التساء في عهد الملك شعود جاء التساء الثاني وشقة الطرق وكان أيضا بمثابة إعلان أن الرياض ليست هذه المساحة الكافية لها يذكر الشيخ محمد المانع في كتاب وتوحيد المملكة ربما كانت الرياض عندما استعادها الملك عبد العزيز عمارتها وأنماطها العمرانية ما كانت تختلف عن العمارة قبل كده لمدة 300 سنة أو 200 سنة سابقة بدأت مرحلة تانية ربما نسميها مرحلة الملك سعود رحمة الله عليك مرحلة الملك سعود جاءت ببعد مختلف تماما رغبة الملك في أن يخلق شيء من التطور المنبهر بالعمارة والنظرة التي أصبحت عند كل الناس أصبحت في مرحلة من مراحل النظرة إلى التراث العمراني كما لو كان يعني شيء من الماضي كان فيه قدر كبير من تجاوز الأساسيات المهمة جدا في بناء عمران مستدام من أجل تحقيق متطلبات آنية ضرورية كان لابد من تحقيقها في أسرع وقت فكان لهذه الظروف ضغط على من عمل في تطوير المدينة وحتى التعليم في الجامعات التعليم في الجامعات هو في الواقع كان متأثر بأن نسميهم حضارة الدول الباردة فكانت التصاميم والأساتذة في توجيههم لطلابهم إلا القلة كان لكيف ممكن نعمل مباني ومشاريع مشابهة لما نراه في المجلات رغم أن البيئة مختلفة تماما وجاءت فترة كلنا اضطرنا أن نستعمل المواد الزجاجية جاء بعض وبدون ذكر الأسماء بعض العملاء أصروا على استعمال الزجاج وبدون أي مادة ثانية غير الزجاج وبالعكس يعني طلب بنا إذا بالإمكان أن يكون في لحظ جاج كامل من أسفل المبنى إلى آخره أودنا أن يكون هذا المطلوب ما كان في وقتها قوانين في الرياض تمنع أو لا تتيح شيء من هذا الخبيل طبعا لازم نفهم المملكة من ناحية تطورها وتنميتها بالذات بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية وبداية الخطط الخمسية للمملكة مع تسارع هذه التنمية كان في شح من ناحية المعماريين والمهندسين لبناء المدن أو بناء المباني وباستيراد المواهب وكذلك استيراد المستصاميم دخل علينا عدد كبير من التوجهات اللي يمكنها ما كانت موجودة وكانت توجهاتها غربية بالدرجة الأولى حتى في جامعة المملكة لما كنا ندرس العمارة كان الحديث دائما يتوقف عند العمارة أو ما يسمى بالعمارة الإسلامية اللي تتوقف عند مرحلة معينة نتحدث عن العمارة المملوكية العمارة العباسية وغيرها لكن حنما يأتي الأمر الحديث عن العمارة المحلية لم يلها أحد الاعتبار أبداً وما أحد أعطاها حتى أهمية أن نحن ندرسها وننظرها بعين الاعتبار بشكل اللي تستحق شخصية الملك سلمان في محبة التراث والتاريخ وفي فهم هذا التراث التاريخ والوعي به وقناعته بأن انعكاس هذا التاريخ والتراث والأصالة في حياتنا اليومية هو جزء أساس من قوة المجتمع ومن وحدة الناس أوائل الجوانب اللي لاحظتها في شخصية الملك سلمان اللي يحفظه اللي هو حبه للتاريخ ومعرفته الدقيقة بالتفاصيل سواء نتكلم عن تفاصيل الأماكن تفاصيل العوائل الارتباط الأصيل بالمكان والاعتزاز والفخر بهذا المكان كان اهتمامته أطال الله عمره كبيرة وواسعة وكان يوجه على تحسين البيئة ومن تحسين البيئة الحفاظ على العمران في المدينة ارتفاعاً واتساعاً وتنظيماً موالعها وخدمة سكانها لكن الملك سلمان لا شك عدرك بأنه لا يمكن أن نجعل هذه الظروف الضاغطة تقف حجر عذرة أمام تطبيق مفهوم أصيل وكبير وهو أن يكون العمران ابن لهذه البيئة ولأي بيئة يعني يكون العمران في أي مكان مستجيب لبيئة المكان الاجتماعية والمناخية والجغرافية وغيرها وأن يكون قادر على السعاب والاستجابة للمستجدات المستقبلية في كل وقت وكان يدرك كل الإدراك مثلاً ما كانت عملية سهلة ملك سلمان الله طول عمره ولما كان أمير الرياض كان دائماً يطالب بتجويد العمل بمسمايات مختلفة ولكن دائماً كانت المشكلة في من ينفذ هذه التوجيهات يبدو من المطورين ومركز المشاريع اللي أصبح هي الملكية تطوير مدينة الرياض عندما جاءوا المصممين وعالميين ومحليين سعوديين وعملوا المخطط وبني الذي به شرطة منطقة الرياض وبه أمانة منطقة الرياض وكان أيضاً يستوعب جزءاً من الأمارة قبل التطوير النهايي عندما رأى الملك سلمان هذا المبنى ما كان يعني راضي وطلب إيقاف التصاميم وتعرض عليه مرة أخرى وأعطى الهيئة توجهات بأنه هذه ليست عمارة محلية هذه عمارة مستوردة جميلة رائعة ما أحد يقول عليه شيء لكن لا تمت لنا بصلة العمارة القديمة التاريخية هي عمارة حية مهما نضى عليها من زمن هنا ترجمت هذه الاهتمامات التي شهدتها مدينة الرياض بالرعاية السلمانية بالعمارة السلمانية لأنه يعني استفاد من قراءة التاريخ استفاد من حرصة التراث استفاد من علاقتها مجتمع استفاد من شخصيتها التي تبنات يعني التي تعلمها من الملكة بعيزة ملك المؤسس في عدد من خطوات اتخذها من الملك سلمان الخطوة الأولى أنه أسس مركزة متخصص المشاريع وأطلق عليه مركز الرياض ثم تحول هذا إلى هيئة لتطوير مدينة الرياض واليوم التي أصبحت الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض هذا التوجه الذي عمل تطوير العمر ملك سلمان يدل دلالة واضحة على الاعتناء ليس فقط بالشكل ما هو تحط لي مبنى هذا ليس صحيح هو أراد من هذه المؤسسة التي أنشأها أن تكون بذرة ونواة طيبة المملكة بحيث أنها تؤطر المفاهيم تؤطر القيم ترعى النقل يكون مهني وصحيح ومبني على أسس علمية ومنهجية وليس فقط شكلاً في كل مشروع كان يقف كرجل الأعمال هيئة تطوير الرياض أمانة منطقة الرياض في كل مشروع يقف ويقول هذا قصبة المكان هنا كان فيه بيوت ومزارع كذا انتبهوا لا تزيلون شيء تاريخي حاولوا تؤطرونه مع الحديث لا يكون مثلاً فيه نوع من يعني إزالة الأثر العمراني القديم في منطقة معينة خلوه يبقى وانتم عندكم مجال تزيدون في الحداثة ما عندك مشكلة هو لا يصدد الحداثة هو بالعكس هو يعمق التكامل بين الأصالة والحداثة لم تفوز أي جهة معينة بجوائز عالمية بخدر الجوائز العالمية اللي فاز فيها المشاريع اللي أشرفت عليها هيئة تطوير الرياض بقيادة الملك سلمان الملك سلمان ما كان يطالب أنه والله نبي يزيل المباني اللي كانت موجودة في الدرعية والمباني اللي كانت موجودة أنه بغى نسوي مثلها في كل مكان ولا نبي مثلها لا وكان يبحث عن الأفضل والشيء اللي يتوافق مع التقنيات يتوافق مع الآمال يتوافق مع قيمة الإنسان الملك سلمان الله يحفظه من خلال العمل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كان عندهم عدد كبير من المسابقات ما في مشروع إلا ارتبط بمسابقة وهذا اللي ساعد في إنتاج أفضل النتائج على مستوى مدينة الرياض موسيقى وجه خانم الحرمي شرفي إن الله يحفظه وهو لماذا لا يكون هناك منشأة ما هي ما أن ندري الشيء لكن لماذا لا يكون هناك منشأة تبقى للأجيال فأتذكر يعني عدة وثيقة وكان إثم الوثيقة المنشأة ما هي المنشأة ممكن يكون برج ممكن يكون معلم ممكن يكون متحف وهو صار متحف على كل حال فبعد حقيقة البحث والدراسة كان هناك لجنة تحضرية ولجنة عليا وكان حيث تطوير الرياض هي الجهة الفنية الداعمة لهذا يعني التوجه فاقترح حقيقة بناء متحف وطني ودارة الملك عبد العديد كلاهما كان لهم مباني صغيرة في الرياض ولكن لماذا لا يكون هناك متحف وطني يحكي تاريخ المملكة من نشأة الكون إلى اليوم أيضا دارة الملك عبد العديد كانت فيه أحد القطور في في المعذر وكان لماذا لا يبنى مقر للدارة والدارة هي مركز بحثي عن تاريخ المملكة لذلك فحوال الموضوعين حقيقة يتوأمان بشكل كبير مع المناسبة كانوا أوكي ممكن ينبنى أحد المبنيين في شمال الرياض والآخر في جنوبه ولا شرقه ولا غربه ما كان هناك تحديد لكن كان أوكي نبني على المبنيين في ذلك الحين وكانت حقيق قراراتي متسارعة واختيرت منطقة المربع طبعا لماذا أهميتها التاريخية كانت هي أول منطقة بنية خارج سور الرياض القديم المتحف الوطني من قبل المعماري معماري كندي ياباني ياباني الأصل دارة الملك عبد العديد كانت من قبل مكتب راثم بدران ودارة دراثات العمرانية والبيوت الطينية إعادة تأهيلها من قبل مكتب علي الشعيبي وبالرغم من اختلاف المكاتب التي عملت تصميم تلك المباني إلا أنها تجتمع في لغة واحدة وهي العمارة السلمانية ليس فقط من حيث تصميمها ولكن أيضا من حيث ارتباطها بالمحيط ووجودها ضمن المخطط الشامل إضافة لهذا أمر يحفظه الله أن المحيط بكاملة يكون حدائق مثل المزارع قديما والقصر داخل المزارع واليوم واحد من أكبر الأماكن اللي فيها حدائق منتظمة ومرتبة وفيها مساحات كبيرة للمواطنين مركز مائكبز التاريخي بقسم ربا وفي قصر الحكوم وفي مركز مائكبز التاريخي تجدنا الإنسان يصل إلى أقرب نقطة داخل المبنى الرسمي ليس هناك حواجز ممنوع الدخول وأسوار يستطيع المواطن أن يجلس في الجدار الحائط الذي يعلوه مكتب أمير منطقة الرياض المباني الرسمية سواء مبنى أمير المنطقة أمارة المنطقة هي مباني مرتبطة بالناس وليست معيدة عن الناس هذا المبدأ السلماني ليس مبدأ في الشكل وإنما مبدأ في الوظيفة مبدأ في التصميم مركز الملك عبد العزيز التاريخي فكرته أنه هو هدية من الملك للشعب السعودي وكان مفروض في كل مدينة كبيرة شيء مشابه بمناسبة المئوية أن هذا منشأ ثقافي يبقى للأشياء الجيال القادمة الملك سلمان في موقف كثيرة ما يحب ما يحب أنه بهرجة لكن تخطيط المركز الملك العزيز التاريخي أعجبه أعجبه وأعجب الملك ونفذ كما ترون ما احتفال بطابة أهل القديم المتحف والقصور كلها باقي كما كانت رممت صحيح وأصبحت مزار لكل الناس ساحة الكندي هو إعادة صياغة حديثة للمدينة التراثية ولكن على أعلى المستويات في الخدمات أعلى المستويات في العلاقات مننا والبناء وهذه القيم تترجمت في هذا الشكل اللي طلع وبالتالي صار فيها صدع عالمي لما تم عمله اتفقت أنا وزملائي أننا نشتغل على التصميم العمراني لمركز حيى السفارات ونخليه مثال لما سيعني مفروض أن تكون عليه البيئة المبنية فبدأنا بفكرة إعادة صياغة للمدينة التاريخية اللي كان المسجد هو أول شي فيها وكان دائما الساحة الرئيسية وأيضا قصر الحكم يكون معاها وبعدين تنطلق منها الشوارع والطرق وخلف هذه تجي القيصريات فحبين نعيد صياغة هذا في مشروع يحل الإشكالية الحديثة إيش الإشكالية الحديثة؟ يدخل السيارة وتقديم الخدمات فكيف ممكن أننا نحل الإشكالية أن يكون استخدام للسيارات ولكن تبقى العلاقات الإنسانية وعلاقتها بالبيئة كممكنة فبدأنا بتطوير الحل فكلمت الدكتور محمد الشيخ وكان في تخوف من كل الفريق يعني أنكم ملقوفين مش دخلكم أنتم في شيء أن أنتم مكلف تصميم مبنى والآن تتكلم عن شيء غيره يعني فكلمت وقلت له تعال بس توسع صدرك علينا ترى يعني فشرحت له المنقوف فتحمس للعمل قال أنه ترى اجتماعنا إحنا خلال أسبوع أبيكم أسبوع يكون المجسم هذا جاهز عشان أنا بعرضه على الأمير سلمان قلت له طيب خلاص اشتغلنا إحنا والله يعني سهرنا وكذا اللي نكملناه وكان المكتب في خلف فندق اليمامة في طريق المطار مكتب عبارة عن فلة كذا وكنا نجتاء يعني نعرض على الأمير سلمان والمير سطام الله يرحمه وتجتمع اللجنة فجهزنا إحنا هذا وفعلا جبنا المجسم ودخلنا في الصالة هذه وطبعا هذه أول مرة أنا ما أشرح يعني بالعادة كنت أنا اللي أشرح لأنه كان ما يبون أحد يعني يتكلم إنجليزي وكذا يبون أحد يعني يشرح فأنا خلاص يعني جبت لهذا وكان خلاص الدكتور محمد يشرح المشروع يعني دخل عبدالله النعيم الله يعطي الصحة والعافية أمين الرياض دخل من غير أحد يعني يقول له وشاف هذا وبدأ يشرح المشروع للناس اللي حوالين وكانوا موجودين قال أنا بشرح هذا الأمير سلمان أنا والله في رحلة الآن كسبنا صوتين صوت الدكتور محمد أهل الشيخ باعتبار أنه هو رئيس ذا والصوت الثاني هو الأمين ولا أهم يعني صوتين في اللجنة دخل الأمير سلمان إلى الصالة وكذا ونظر عليه كذا نظرة سريعة وقام ناداهم وبدأ يشرح لهم المشروع لم يراه من قبل ولم يحدثوا أحد عنه فبدأ يشرح لهم المشروع وهذا كذا وهذا كذا هذا كان أكبر درس لي أنه إحنا في الغالب نفشل في أننا يعني نضع المنتج اللي هو ينتمي إلى بيئة المكان وإلا ما كان الأمير سلمان على ظل بدأ يشرح المشروع واستوعب المطلوب إذا كان العمل يعني حقيقي وينتمي لبيئته فسيتم تقبله من كل فئات المجتمع وهذا اللي حصل الآن أنه بعد ما نفذ المشروع رشع العدد كبير من الجوائز العالمية وفاز بعدة جوائز من أجهزة الأرخان وادي حنيفة كان من الأفكار في فترة من الفترات أنه يصير زي البطحة البطحة كان وادي وين وادي البطحة؟ صار ممر للسيول وبعدين عزمة المرور ثقف وصارت الشارع فوقها والسيل من تحت كان مطروح الفكر هذا في وادي حنيفة وادي حنيفة هو مصدر العيش في هذه المنطقة على مدى ألاف السنين الماضية وحواليه يعني متوطنات وقيمة ومزارع لأنها هي مصدر العيش هي الزراع هي المياه حتى الرياض يعني كانت مرتبطة بوادي حنيفة لكن سرعة نمو المدينة استخدم الوادي أولاً كمصدر لمواد البناء البناء الحديث وأيضاً مرمى لنفايات المدينة فطبعاً هذا غير وظيفة الوادي الأثاثية وهو مصرف طبيعي للمياه مثل ما ذكرت من حوض مساحتة أربعة آلاف كيلو طبعاً عبر أربعين ووادي فرعي كل أطف ووادي حنيفة وأيضاً غير من بيئته لأنه كان مصدر العيش المزارع كانت الخطوة الأولى هي التطوير الرياض بقيادة الملك سلمان الله يحفظه في عام 1987 هو اعتبار الوادي أولاً محمية بيئية التي تتم دراستها وإعداد المخططات الشاملة لها ومن ثم تنفيذ ما يتم التوصل إليه أعدت استراتيجية في عام 1995 ميلادي وقرت من الهيئة برئاثة خدم حرمي الشريفين ذلك الحين وكان أولها هي إذانة الأنشطة المخالفة لطبيعة الوادي التي هي المصانع، الأثمنت، الخرسانة، البلوك، كل المصانع التي لا تتوأم مع طبيعة الوادي إذالة إذا كان هناك نفايات متنوعة طبعاً كل الأهم يعني بعد استراتيجية في 1995 هو تحديد مجرى السيل من ثور جوية قديمة فحددت حدود مجرى السيل وعرفت التداخلات للملكيات والمزارع الخاصة حددت ومن ثم طرح المشروع في عام 2002 لإعداد مخطط شامل للوادي أنجز هذا المخطط في عام 2004 وكان هدف الأثاث هو إعادة الوادي إلى وظيفة الطبيعية كمصرف بالسيول في المدينة من شمال الوادي إلى جنوبه بعد فوزي بجائز الأخان دعوني أن أكون في فريق التحكيم للمشروع اللي كان ثالث دوره فوجئت أن فيه مشروع بيئي بس مشروع بيئي مخدم من دولة ثانية لا يقارن بمشروع وادي حنيفة وأصريت أن يدعى ترسل دعوة للحدي الدبلوماسي في الرياض ويطرح مشروع وادي حنيفة كمنافس للمشروع هذا وفعلاً طرح كمنافس للمشروع هذا وفاز بالجائزة عندما تأتي إلى قصرة ويك مثلاً قصر نطل على حافة الجبل طبيعة استطاع هذا القصر أن ينقل العمارة إلى عمارة تعانق البيئة الجبلية تعانق البيئة المحلية تستطيع أن تستفيد من هذا المكان واستفيد منه في الماضي في الأمور الاجتماعية في الأمور الوظيفية الإدارية في الأمور الاقتصادية من أي نوع مكان من الأنشطة ونجح وعندما يذكر قصرة ويك تتحدث عن أن سكان مديد الرياض يرتبطون به في حياة مجتماعية زواجات، مناسبات، فعاليات، ضيوف، كل شيء جاء الدعوة لنا لمشروع قصرة ويك وابتدينا نخطط للمشروع في قصرة ويك لم يذكر موضوع الطراز نحن التزمنا بمتطلبات المخطط اللي هي الارتداد عن حرفة الوادي والتوزيع للماسر بلان كان جدا محدد وواضح وناجح وهو التوزيع اللي لازم موجود إلى الآن دعينا لحضور الاجتماع من قبل الدكتور محمد بلعب عزيز علي الشيخ وفجئنا بوجود فريق ثاني كان فريق بوروهابلد وفرايوتوم علمنا أنهم هم قدموا عرض وأن صاحب العمل قرر وهذا اللي أبرنا فيه الدكتور محمد ولتا قال أنا دايتكم أنتو الاثنين لأن أنا وجدت في كل المشروعين شيء اللي احنا نبغى وأمامكم الآن ثلاثين دقيقة أنا بخرج وبرجع إذا ما اتفقتوا على إنكم تتعاونوا مع بعض وتطلعوا بمنتج واحد فأنا بعيد طرح المشروع وأنتو غير مدعوين للمرحلة القادمة كان جدا قاسي وجدا قوي وقت هذا وجدنا أن في شيء من طبعا كان وجود فريوتو محفز لأنهم يفكروا في الخيام والخيام ما كانت موجودة في مشروعنا إنما من ناحية ماصر بلان ما كان في ماصر بلان ما كان في التزام حتى بالماصر بلان فاتفقنا نحن نعمل مع بعض ونكون الفريق ووصلنا إلى مشروع كلنا فقورين بكم وكان جهد مشترك بين شركة أجنبية وبين شركة محلية فريوتو طبعا قبل بلاءا حسنا في اللايت ستركتشوز وبنتو وقتها صممت الهارت تيمت اللي هي المضلة الزجاجية اللي في وسط الحديقة المشروع كان كان مفروض إن على التبة هذه اللي عليها النادي مفروض إن ما يكون في أي زراعة كثيفة فالحل الوحيد كان إن نسوي جنة خضراء ونحيطها بالجدار العازل حتى لا أحد يشوفها من وراء فصارت كأنها واحة مخفية حتى لا تمشي في اتجاه غير الماصر بلاء تنتقي لمشروع منطقة قصر الحكم مختلف وهو يتعامل مع قصبة المدينة مع وسط المدينة مع منطقة الإدارة والحكم قصر الحكم يعتبر نموذج جميل وأذكر من بعض الزيارات اللي يزورون رؤساء دول اللي يزورون المملكة يزورون الرياض بالتحديد قصر الحكم كان محطة جميلة زيارتهم الملك سلمان الله يحفظه في وقت عمارته للرياض كان حريص إن القصر الحكم يعكس الرياض يعني هما يجوا للباريس ولا للعاصمة أوروبية أخرى لا جايين يبونوا يشوفون المملكة وإذا أردنا أن نأخذ نموذج مثالي لهذا الموضوع نأخذ مشروع قصر الحكم قصر الحكم تصميم المنطقة أخذ في الاعتبار الجانب العمراني وأعاد بناء الساحات وتشكيلها بشكل أخذ تراثيتها ولكن عكسها بشكل حديث بعد كده التصميم المعماري سواء للمسجد الجامع الجامع الإمام تركي بن عبد الله أو لقصر الحكم أيضا استوعب كثير من المفردات التقليدية لكنها في إطار ممكن تشوف قصر الحكم اليوم وتشوف قصر الحكم القديم وتقول إنه هو نفس الشيء لا بالعكس استوعب ووضع فكر تجديدي تصميم الأثاث والتصميم الداخلي ككل أخذ في اعتباره أيضا أنه يعكس المفردات والتراث العمراني اللي موجود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر